من جانب اخر دعا الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهر المصريين لرفض زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما المرتقبة الى مصر حيث سيوجه خطابا للعالم الاسلامي خلال كلمة مصجلة نسبت اليه ونشرت على موقع تابع للتنظيم وصف الظواهر اوباما بالمجرم مضيفا ان رسائله الى العالم الاسلامي قد وصلت من خلال حملته الدموية ضد المسلمين في وادي سيوات على حد قوله قبل يوم من زيارة اوباما للقاهرة افاد استطلاع للرأي ان المصريين لا يثقون في هداف السياسة الامريكية في الشرق الاوسط ويرون ان الرئيس باراك اوباما ملتزم بتحقيقها بشكل كامل لكن نتائج الاستطلاع تحدثت ايضا عن مؤشرات تدل على انخفاض مستوى العداء تجاه امريكا وقال 67% من المصريين في الاستبتاء الذي اجرته مؤسست world public opinion ان الولايات المتحدة تلعب دورا سلبيا في العالم وقال 76% من المصريين ان واشنطن تريد اضعاف المسلمين وتقسيمهم بينما رأى 80% من من استطلعت اراءهم ان الولايات المتحدة تريد السيطرة على نفط الشرق الاوسط وفرض الثقافة الامريكية